في الجونة بعدها النادي الأهلي على طول هينطلق من مطار الغرداء لمطار القاهرة علشان يسافر بعدها على طول يوم 26 إلى مطار تونس علشان يلاقي أن يجب الساحلين يوم 29 من الشهر الجاري ده كان بالنسبة للنادي الأهلي طبعا زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر ان شاء الله عنده مباراة مهمة جدا يوم الاتنين القادم في يعني بنتكلم في تصفيات أمم أفريقيا اللي ان شاء الله هتكونوا في الكاميرا مباراة مهمة منتخب مصر لازم ان شاء الله يحسن الثلاث نقاط ويفوز بالمباراة علشان يكون موجود ضمن المنتخبات اللي ان شاء الله تتأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية لقدر الله أي نتيجة سلبية وآي نتيجة عكسية يكون مشكلة كبيرة للمنتخب الوطني طبعا مش هنقول ان الأمل خلاص بقى مستحيل لكن لا الموضوع يكون فيه حسابات كتيرة جدا وتوتر وضغط عصب كبير جدا جدا من منتخب الولمبي طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني زي ما قلت لحضراتكم خطوتين خطوة في التأهل إلى الولمبيات وكيو عشرين عشرين وأيضا إلى فوز باللقب البطولة لكن بقى تخلي حضراتكم بقى يعني الشعب المصري زي بفكر على السوشيال ميديا عشان تعرفوا مدى السلبية اللي الواحد بوصل فيها في تفكيره يعني منتخب مصر الأول في بطولة أفريقيا الأخيرة بتلعب على ملعبك وسط جمهورك بتكسب الثلاث لقاءات بتصعد لدور الستاشر بتلاعب جنوب أفريقيا بتخرج بنتيجة واحد صف فتخيلوا حضراتكم من الناس على السوشيال ميديا بتفكر بنفس التفكير إن فعل وحش جدا على إن منتخبنا بعد ثلاث مطشات يفوزها على ملعبنا وسط جمهورنا وعلى السادة القاهرة وإن يلاقي في الدور التالي جنوب أفريقيا طبعا شتان الفارق ما بين المقارنتين مقارنة ظالمة بالمرة منتخب مصر الأولمبي زي ما حضراتكم شفتوه الروح اللي موجودة أعتقد أن هي إن شاء الله كفيلة أن هي تصعد بمنتخب مصر إلى الأولمبياد وإلى المباراة النهائية لكن طبعا إحنا بيتكلم في وجود الكابتن شاوي غريب ووجود يعني كابتن معتم الجمال الكابتن محمد شاوي الكابتن واق الرياض كلهم على أعلى مستوى كلهم لعيبة دولية كبيرة وكلهم كان عندهم نفس الظروف اللي المنتخب كان بيمر بيها بطولات دايما بطولات 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 عشان كده هو الموضوع مش جديد عليهم والروح اللي موجودة في المنتخب مش روح غريبة وعلى روح أول مرة نشوفها ونعرفها عشان كده بقول لحضراتكم إن المنتخب الأولمبي إن شاء الله كلنا داعمين ونتمنى إن إحنا قبل ما نروح لمطش يوم الثلاث نكون طالعين من يوم لاتنين بنتيجة إيجابية علشان يكون عندنا نفس كبيرة نتفرج على المنتخب الأولمبي وعلشان نفرح مع المنتخب الأولمبي إن شاء الله وده اللي كابتن حسام أكيد لازم يقوله للعيبة إن المنتخبين ليهم علاقة بعض إن مكسب دا بيأثر على مكسب دا ونتيجة سلبية هنا بتأثر على نتيجة سلبية علشان كده دايما بقول إن المنتخبين ليهم علاقة بعض وإن أبدا مش منفصلين وعايزين يا جماعة الناس تكون فيه كده يعني روح إيجابية على السوشال ميديا على كل مواقع تواصل الاجتماعي ويكونوا عارفين إن الولاد والشباب اللي بيلعبوا في المنتخب الأولمبي هم شباب وولاد صغيرين لكن هم كبار في الروح وكبار في الأداء وكبار في العزيمة والإصرار يكفينا فقط مباراة غانا والضغط اللي كان محطوط علينا جمهور موجودة يعني جمهور مليان في الملعب بييجي فينا هدف بنتعادل بييجي فينا هدف تاني عن طريق خطأ بنتعادل وبنفوز الروح اللي كانت موجودة دي لو موجود نصها مع المنتخب الأول في أمم أفريقيا الأخيرة أعتقد أن الموضوع كان هيكون مختلف تماما 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 المشكلة مش في الفنيات المشكلة في الروح وفي العزيمة وفي الإصرار علشان كده أنا أتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول إن شاء الله علشان يقدروا أن هم الاتنين يفرحوا المئة مليون مصري اللي بيشجعوا المنتخبين واللي قلبوهم مع المنتخبين زي موتة حضراتكم سريعا كده هاخد لكم آخر الأخبار اللي موجودة يمكن أخبار كلها سريعة الأهلي بيطير إلى تونس يوم 26 نوفمبر الحالي لمواجد النجم الساحلي وده بعد مباراة الجونة هتوجه تاني يوم على طول الأهلي من مطار الغردقة لمطار القاهرة ومن مطار القاهرة إلى مطار تونس علشان يستعد ليه النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر من الشهر الجاري النهار ده زي ما كريم أحمد تكلم وقال إن في محاضرة بدأت في أول التمرين كانت مهمة جدا ما بين مستر ريني فايلر ووجود الكابتن سالة الحفيز وأيضا تدريب لحراس المرمة يعني في ظل طبعا غياب ووجود محمد الشناوي مع المنتخب الأول موجود طبعا شريف إكرامي الكابتن شريف إكرامي على رأس حراس المرمة تحت طبعا يعني قيادة فنية من الجانب السويسري طبعا أليو ديانج زي ما كريم تكلم وقال إنه هو برنامج خاص به بعد عودته من منتخب مالي والخسارة اللي حضراتكم تابعتوها لمنتخب مالي في البطولة الأفريقية خلصنا معكم كده أخبار سريعة جدا جدا للنادي الأهلي والمنتخبات نروح لفاصل وبعدها نرجع نستقبل الكابتن أحمد سامي خليكم معنا اشتركوا في القناة